السلام عليكم سماحة الوارد يقول السائل هل يجوز صلاة الجالس على الكرسي وهو في الصف الأول ولكن بينه وبين المصلين فرجة كبيرة بمقدار ثلاثة مصلين تقريبا الصلاة تصح لكن ما يجوز يجعل في الصف فرج يجب على المؤمنين أن يلتحموا صاحب الكرسي وغيره ما يكون بينهم ما يكون بينهم فضاء لكن لو كان فيه فضاء وانقطاع فالصلاة صحيحة مع الإثم نعم شكرا